اليمين كان فيه أكرم توفيق رامبو يعني أنا بالنسبة لي هو رامبو أنت ممكن ترمي أكرم توفيق في أي مشكلة في أي حاجة وهو هيتصرف أنا بحب اللعيب اللي دايماً بيلعب بقلبه وفي نفس الوقت برضه غير الحبية كمان جيمي بيتكلم عليها اللعيب كويس والعيب يعافي طلع كرة كويس ودايماً بيبص قبل ما بيجي يقفل زواية التميري قبل ما يجي يعمل تاكلينج استخلاصات كان قوي جداً نهاردة أنا متفاهم أن فيه ناس ممكن تقولك أكرم كان مفروض يضطرد علشان خاطر دي قزء تاني أنا مش ماليش علاقة بي أنا بكلم عموماً أه طبعاً أنا بكلم عموماً كانت جادة عنده حق طبعاً أنا في كذا كرة ممكن بس أنا بكلم فيه العموم أكرم توفيق نهاردة عمل ماتش كريم الجبهة الشمال ده بنتاج ده رعب بنتاج ده ده صفقة الموسم بالنسبة للنادي الزمال اللي كانتكلم عليه لو معنا وقت سعى نشوف الأول أكرم توفيق قوة الاستخلاص اللي عنده قوة الاستخلاص وبيزيد وبيعمل أفرات وبيعمل كل حاجة سعى نشوف اللقطات بتاعت أكرم توفيق من أول ديقى في الشوت خد بالك أكرم من بعد الروباط الصليبي ما لعبش ولا مباراة باك رايت من بعد ما رجع وكل أدواره كانت في نص الملعب هنا هتلاقي بص أكرم توفيق عجبني جداً أنه هو عارف أن ناصر ماهر أو عبدالله السعيد دايماً هيخشه في الحتة بص هنا ده أول واحدة دخل على بنتك خد الكرة منه وما فيش عندي أي مشاكل كرة اللي بعدها لما ناصر ماهر ياخد الكرة كلنا عارفين مهارة ناصر ماهر في المروغة بص هنا عبدالله السعيد أمواخد على طول الكرة من عبدالله السعيد وقطعها ومدي استحواز مرة تاني النادي الآلي ودي كان فيها يعني سيميليشن شوية والراجل ما خدش فعل طب أسكو تسيب الكرة لا أنا هرجع أخد الكرة تاني أمواخد الكرة ورجع الاستحواز تاني للنادي الآلي عشان كده يا كريم بقولك هو مش بس قوي هو دايما بيفكر وبيشوف المكان بتاعه فين هنا برضو نفس الكلام أول بص أكرم فين بص أكرم فين ها بص بقى الكرة تلعبت أكرم بدأ يرجع هنا بقى اللي بقولك عليها مذاكر ناصر ماهر ناصر ماهر مش هيخش يا كريم عيش نرجع للكرة دي بقى و هو بيرقص ناصر ماهر ناصر ماهر مش هيخش على الخط لأن ناصر أصر مش وينج أكيد أكيد هو من ذلك الناس المرة عارف أنه بيعمل الفنتو بيخش الجوة فهو أول بص هو أفله الخط عشان يطلع لبرة ويقدر ياخد بينه الكرة نكمل الحالة اللي بعدها على طول فهنا أكرم توفيق الاستخلاصات بتاعته كانت قوية جدا نادي آلي كرة قطعت أسكت لا أرجع أخدها تاني وأعمل تاكلينج تاني وهزها أي حد بيلعب في الحتة دي بتاعتي أكرم توفيق النهاردة كان قوي جدا في الاستخلاص للنادي آلي طب الراجل ده بس دفاعيا لا الراجل ده كان مميز جدا دفاعيا ومميز جدا كمان هجميا بص فيه حواحد مش موجود في الكدر أساسي هيظهر مرة واحدة وهيخش جوه منطقة الجزاء هي دي بصراحة كان فردي فيها شوية واناني فيها شوية وقال لك أشوت ولا أعمل الأوفر تلقت منه وحشة قوي لو هو كان حطه وش رجله كانت ممكن الكرة تبقى هدف ولو لاعب بالعرض وسام أبو علي كان مستغرب وبمناسبة يا كريم لعبة النادي الآلي النهاردة كانت مضغوطة جدا خصوصا تلاتة في الناحية الأمامية أول واحد كان وسام أبو علي تاني واحد كان إمام عشور كمية الكور التانية اللي نزلت لإمام عشور اللي كان ممكن يخلص بيها من فرس تاتش أول ما جيله يحط وش رجله كان إمام عشور الكورة اللي عاوزة تشاط يستلمها والكورة اللي مفروض يستلمها كان بيشطها فطلقت منه كور كتير قوي واللعيب الآلت كان حسين الشحات حسين برضو في كذا كورة تجيله مرة واحدة بيبعاوز يحطها بوش رجله ولكن بصراحة أكرم توفيق يعني يا بخت أي مدير فني بيعنده لعيب زي ده بيلعب بالقوة دي نص ملعب بيلعب في الباك أو بيلعب في أي حتة يا بخت أنا معي محمود شاك